اهلا ومرحبا بك صديق المشاهد في لقاء جديد ونحن نتابع معا قصة الكنيسة قصة الكنيسة بحسب ما وردت في سفر الأعمال قصة مشجعة قصة مباركة نصلي أن يعطينا الرب أن نتعلم منها دروسا كثيرة النص الذي أمامنا في هذه الحلقة في أصاحة 4 والآيات من 1 إلى 13 حيث يحكي لنا عن بطرس ويحنى أمام رؤساء اليهود لكني وضعت عنوان لهذه الفقرة يسوع وحده يستطيع يسوع وحده يستطيع الحقيقة النص بيكلمنا عن خلاص عظيم جدا وعن الشخص الوحيد الذي يستطيع أن يقدم هذا الخلاص أدرك تلميذ المسيح أن يسوع هو الله ويمكنه أن يعمل أعمالا إلهية أمن أن يسوع أتى إلى العالم لكي يحرر كثيرين جدا من عبودية إبليس ومن كل نتائج الخطيئة طيقن التلميذ أن هذا التحرير والخلاص لا يمكن بأي حال اختباره بعيدا عن يسوع المسيح وهكذا كانوا يعلنون هذه الرسالة بطرس يوحنى بعد معجزة شفاء المقعد عند باب الهيكل اللي تكلمنا عنها الأسبوع الماضي قبض عليهم وضعاف السجن وفي اليوم التالي وقب بطرس يوحنى أمام المجمع اليهودي وسألوهما في صح 4 وآية 7 قالوهم بأي قوة وبأي اسم صنعتما أنتما هذا وكانت الإجابة بكل وضوح باسم يسوع المسيح الناصري ومش بس كده لكن في آية 12 قول قوي جدا ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص يعني هو نفس الاسم اللي فيه القوة اللي شفت هذا المقعد لكن مش بس كده ده مفيش اسم تاني أعطي بين الناس يعطي الخلاص للبشر هو برضو هذا الاسم الوحيد اسم يسوع المسيح وبعدين ابتدوا يعلنوا هذا الحق بكل مجاهرة وأمام رؤساء اليهود وكأنه بيقولون خلاص المسيح يتضمن ايه بيشمل ايه من الخير والبركة خلاص المسيح أول حاجة وفران الخطايا وفران الخطايا ده اللي قالوا بطرس يوحنى في كلامهم أمام رؤساء الكهنة خلونا نفتكر صديق المشاهد أنه قبل خلاص المسيح قبل الصليب كان الحقيقة البشر في محنة ومحنة عبر عنها كتار من كتاب كلمة الله فمثلا الشعية في أصح 53 وآية 6 يقول كده كلنا كغنم ضللنا ملنا كل واحد إلى طريقه وداود في مزمور 51 قال كلمته المشهورة في آية 3 لأني عارف بمعاصية وخطيتي أمامي دائما ومرنم آخر في مزمور 130 وآية 3 إن كنت تراقب الآثام يا رب يا سيد فمن يقف والعهد الجديد برضو مليان الحقيقة مثل هذه الشهادات فاكرين رمية 3-12 الجميع زاغوا وفسدوا معا ليس من يعمل صلاحا ليس أولا واحد ده حال البشر قبل الصليب ده حال الناس قبل المسيح فحاجة كل إنسان الغفران والتطهير من الخطيئة ومين يقدر يسدد هذا الاحتياج بالتالي كان هذا الاحتياج يمثل تحدي كبير جدا أمام أي إنسان ويمكن بسببه أيوب كان بيتساءل في أيوب 9 والآيات من 29 أنا مستزنب فلماذا أتعب عبسا ولو اختسلت في السلج ونظفت يدي بالأشنان فإنك في النقع تجمسني حتى تكرهني سيابي لأنه ليس هو إنسانا مثلي فأجاوبه فنأتي جميعا إلى المحاكمة ليس بيننا مصالح يضع يده على كلينا دي صرخة أيوب ليس بيننا مصالح يضع يده على كلينا أزمة نحن شديدة جدا لكل إنسان واحد من أصدقاء أيوب اللي هو بلد الشوحي قال برضو السؤال لاستنكاري فكيف يتبرل الإنسان عند الله وكيف يسكو مولود المرأة في أيوب خمسة وعشرين أربعة وأفتكر ميخا هو صاحب هذه الكلمات اللي قال في سفر وأصح ستة هذه الكلمات يعني في صيغة تساؤل ميخا ستة وآية ستة وسبعة بما أتقدم إلى الرب وأنحني للإله العلي هل أتقدم بمحرقات بعجولي أبناء سنة هل يصر الرب بألوف الكباش بربواتي أنهاري زيت هل أعطي بكري عن معصيتي صمرة جسدي عن خطية نفسي كل دي أسئلة استنكرية بيقول لا يمكن يستحيل لذلك أدرك رسل المسيح أن هم بيملكوا الخبر الصار اللي فيه بيؤكدوا أن فيه غفران كامل للخطية وغفران مجاني عن كل خطايا الماضي والحاضر والمستقبل خبر رائع جدا جدا يحمله إنجيل المسيح من خلال الإيمان بيسوع المسيح كانوا بيعلنوا عن هذا المخلص الوحيد عن الفرح المرتبط بهذا الخلاص له يشهد جميع الأنبياء أن كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا هذا الغفران يتطلب أحبائي اعتراف بالخطايا داود في مزمور 32 وآية 5 أعترف لك بخطيتي ولا أكتم اسمي قلت أعترف للرب بذنبي وأنت رفعت أسام خطيتي غفران الخطايا ثم القبول في عائلة الله تكلم على ماذا يتضمنه هذا العمل المبارك الله وحده يستطيع يستطيع غفران الخطايا ثم يقبلني في عائلة الله اليهود كانوا بيعتبروا أنفسهم في الماضي هم عائلة الله وغيرهم غرباء وأجنبيين لما دخل يسوع الهيكل علشان يطهر الهيكل قارة اليهود خاطب سمعوا كلامه وهو بيقول بيت بيت الصلاة يدعى لجميع الأمم وفي الحقيقة كان الرب بيقتبس هذا القول من سفر إشعية إشعية 56 وآية 7 إذن اتساع عائلة الله اللي تشمل الأمم إلى جانب اليهود كان أمر في فكرة الله من البداية أعلنوا للأنبياء في العهد القديم لكن هذا الحق المبارك ازداد وضوح من خلال إرسالية المسيح يقول لنا البشير يحن في يحن 11 كل الذين قبلوه أعطاهم سلطانا أن يصير أولاد الله أي المؤمنون باسمه أو نفس الرسول يحن يقول لنا في رسالة الأولى أصح 3 وآية 1 انظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله من أجل هذا لا يعرفنا العالم لأنه لا يعرفه والرسول بولس كان كتير بينبر على فكرة القبول في عائلة الله للأمم ولا اليهود معا لأننا جميعا أبناء الله بالإيمان بالمسيح يسوع كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح ليس يهودي ولا يوناني ليس عبد ولا حر ليس ذكر وأنسى لأنكم جميعا واحد في المسيح يسوع والرسول بولس بيشرح بعد ما قال الكلام اللي فاد في غلاطيا ثلاثة ستة وعشرين لتمانية وعشرين بيشرح في رمية أربعة هذه الآيات أحبائي بتقول لنا عن الأبعاد المباركة لهذا العمل المجيد المبارك اللي عمله يسوع المسيح في رمية تمانية والآيات أربعة عشر إلى سبعة عشر لأن كل الذين ينقادون بروح الله فأولئك هم أبناء الله إذ لم تأخذوا روح العبودي أيضا للخوف بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا أب الأب الروح نفسه يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله فإن كنا أولادا فإننا ورثة ورثة الله ووارسونا مع المسيح إن كنا نتألم معه لكي نتمجد أيضا معه لكن هذا القبول في عيلة الله يتوقف على قبول الإبن أي الإيمان بيسوع المسيح الذين قبلوه أعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد الله أي المؤمنون باسمه والرب نفسه علم التلميذ فكرين قبل كده فصلوا أنتم هكذا أبانا الذي في السموات ليتقدس اسمك إذن بالإيمان بيسوع المسيح يصبح الإنسان ابن لله ويختبر بصدق بوط الله وبعدين يرى إخوته وأخواته في المسيح وهم بيكونوا مع بعض عيلة واحدة بالجسد واحد في المسيح وده جزء أصيل من اختبار خلاصنا بالمسيح يسوع شيء الثالث اللي بتتضمنه هذه الرسالة المباركة النصر على الشرير بقوة الروح النصر على الشرير بقوة الروح من السهل إنه الحشائش الضارة بتنمو في الطربة بطريقة طبيعية أكتر جدا من نمو الظهور المحببة إحنا كده برضو لدينا ميل طبيعي للخطية ممكن تنبط في قلوبنا وأفكارنا أفكار شريرة الشكده محتاجين للنصر على ضعفاتنا واتجاهاتنا الخطأ اللي بتحاول تخدنا بعيد عن الرب تجسدت هذه النصر أولا في حياة المسيح ثم في صلبه وقيامته في حياته انتصر على إبليس في التجربة في البرية وأكتر من مرة في إخراج الأرواح الشريرة من الناس وأعطى هذا السلطان للتلاميذ ومرسه فعلا هذا السلطان أما المعركة الأخيرة اللي كسب فيها وهزم فيها إبليس فكانت الصليب اللي قال عنها رأيت الشيطان ساقطا مثل البرقي من السماء واللي كتب عنها الرسول بولوس إنه في الصليب مح السك الذي علينا في الفرائد الذي كان ضد لنا وقد رفعه من الوسط مسمرا إياه بالصليب إذ جرد الرياسات والسلاطين أشهرهم جهارا زافرا بيهم فيه الرياسات والسلاطين كل أجناد الشر الروحية وكان بيشجع المؤمنين لما بيقولهم إله السلام سيصحق الشيطان تحت أرجولكم سريعا ثم آتي أخيرا إلى المتضمن في هذه الرسالة الله وحده يستطيع شركة أبدية في السماء شركة أبدية في السماء خلاص بالمسيح وحده يغير ماضينا بغفران الخطايا كلمنا عن غفران الخطايا ويغير الحاضر بقبولنا في عائلة الله وبالنصر على الشرير أما عن المستقبل فيضمن لنا شركة أبدية مع السماء مع الله ومع القدسين لما تكلم الرب عن مجيء الثاني حسب تلبيده من الخراف الذين عن يمينه والله يسمع الصوت تعالوا يا مبارك أبي رس الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم متى 24 و 34 ولما حسل التلاميذ أن المسيح حيطركهم اضطربوا ويمكن ده كان طبيعي متكلهم واعتمادهم سيطركهم لشان كده أكلمهم الرب في يحنى 14 واللوم هذه الكلمات المعروفة والمشجعة من آية واحد إلى آية 4 لا تضطرب قلوبكم أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بيه في بيت أبي منازل كثيرة وإلا فإني كنت قد قلت لكم أنا أمضل أعد لكم مكانا وإن مضيت أعددت لكم مكانا آتي أيضا وأخذكم إلي حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا وتعلمون حيث أنا أذهب وتعلمون الطريق شركة أبدية في السماء الرسول بولس عبر عن هذه الشركة مرات كتيرة جدا جدا لكن مما قال في تسالونيك الأولى 4-17 نحن الأحياء الباقين سنخطف جميعا معهم كان بيتكلم عن الاختطاف سنخطف جميعا معهم في السحبي لملاقات الرب في الهواء وهكذا نكون كل حين مع الرب وما أجمل الصورة إلا رسمها يحنى الرائي في سفر الرؤية أصحاح 21 والآيات من 1 إلى 4 قديمه شجعة هذه الآيات يقول كده ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة لأن السماء الأولى والأرض الأولى مضطاء والبحر لا يوجد فيما بعد وأنا يحنى رأيت المدينة المقدسة ورشليم الجديدة نازل من السماء من عند الله مهيأة كعروس مزين لرجلها وسمعت صوتا عظيما من السماء قائلا هو ذا مسكن الله مع الناس وهو سيسكن معهم وهم يكونون له شعبا والله نفسه يكون معهم إلها لهم وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم والموت لا يكون فيما بعد ولا يكون حزن ولا صراق ولا وجع فيما بعد لأن الأمور الأولى قد مضت بالتأكيد هذه الشركة تبدأ من هنا وتكتمل هناك في بيت الآب الشركة هنا مع القديسين أعضاء جسد المسيح والذين يكونون معا عروس المسيح ما المدعوون في الأبدية إلى عشاء عرس الخروف الخلاصة صديق المشاهد إن هذا الخلاص العظيم هو في المسيح وبالمسيح وحده ولا يمكنك أن تجده بعيدا عن المسيح نعم هو المخلص الوحيد الفريد ولأجل ما عمله وما يستطيع أن يعمله في حياة كل من آمن به ووضع ثقته فيه كمخلص ورب ومحب ومعلم وراعي هذه الرسالة التي بين أيدينا هذه البركات والخيرات التي لنا في المسيح يسوع بالنسبة للماضي يخفر خطيانا قد محوتك غي من ذنوبك وكسحابة خطياك ارجع إلي لأني فديتك بالنسبة للحاضر نحن ضمن عيلة الله بالمسيح يسوع ولنا نصر على الشرير وفي المستقبل بالاتكال على نعمة الله لنا شركة أبدية في السماء مع الله مع مسيحي ومع كل القديسين والأطقياء الذين سبقوا ورقدوا في الرب هل تقبل هذه الرسالة هل تتجاوب معها بقرار إرادي إنك تتمتع بهذه الخيرات ثم لكل مؤمن هل تزيع هذه الرسالة هل تعلنها لآخرين هذه قصة الكنيسة القابلة للتكرار يساعدنا الرب أن نعيد القصة على آخرين ورب معكم ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر